حيث الأمهات للأباء أعرف بقى كيف تمت مراعاة الجانبين من وضع القانون حضرتك كمقدم هذا المشروع رعي الأم إزاي ورعي الأب إزاي طيب الوقت طبعا حصل عشان نتكلم برضو نفس السياق اللي تتكلم فيه معاني نياب محمد أبو حامد إحنا بالفعل قمنا بأكتر من 25 حوار مجتمعي في كل المحافظات وخلينا متفقين على شيء القانون بينقسم إلى جزئين في حاجة اسمها الشق الإجرائي والشق الموضوعي الشق الإجرائي له علاقة بالإجراءات والتقادي وكده أسمع المتضررين في الموضوع ده كويس جدا لأنه هو أكتر واحد تعرض للقضايا وعارف أصلا قضايا بتتأخر أصلا بيحصل معرفشية أصلا بيحصل تحايل ده بيهمني جدا لكن اللي مهم جدا في الشق الموضوعي اللي هي الأمور اللي يجب أن نلجأ فيها المتخصين يعني بالذات مواضيع مثلا بتاعت سن الحضانة مواضيع بتاعت الاستحاب الرؤية الأمور دي عايزة رأي متخصص عايزة أسمع الرأي النفسي عايزة أسمع الرأي الديني منتو رعيته ده القانون أطبعا أصلا ده أنا بأسمع فيه أندي أمهات يا فندم بتسمع كلمة الاستضافة دي بيجي لها بانيك أطبع 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 أنت بحق ماشي طبو أنا حامل نعدى عنها إزاي يعني أنا إزاي هخليها ما يحصل لهاش هذا الهلعة القانون الحالي القانون الحالي لا ينظم هذا الموضوع أولا لا يوجد نص بينظم فكرة الاستضافة دقيقة خاصة في قانون الحالي الخوف اللي دايما أو دايما اللي ما يصاق على فكرة الاستضافة أو الاستحاب خلينا أول نقول حاجة مصر هي الدولة الوحيدة التي تتطبق ذلك يعني بس أنا برضو لازم أخرج حاجة تتكلم آه إن فيه دول كتير عاملة هو اسمه ده كل الدول كاستدي كل الدول شيرت كاستدي كل الدول عندها شيرت كاستدي وشيرت بارنتينج كل الدول عندها المبدأ ده مصر هي الدولة الوحيدة التي تطبق فكرة الرؤية يوم الجمعة نيورو الجمعة بس مش أي يوم تاني الجمعة تلات ساعات من الساعة 2 للساعة 5 ده نظام جبلية الأرود ده نظام لا يستقيم معها لا الصحة النفسية للطفل ولا يستقيم معها صرط الراحم بالنسبة لعائلة إيه اللي بيشوف طفل تلات ساعات ده وخلي بالحرطك الكلام ده ينفع الأب والأم لأن الأم في قانون الحال إذا تزوجت ولم تكن أمها مثلا على قيد الحياة تسقط عن الحضانة ممكن تنتقل إلى الأب وتصبح الأم هي اللي عايزة كده الورقة هي قدامنا ده جدول المقارنة ده جدول المقارنة ما بيننا وما بين الدول الأخرى طيب إحنا عندنا هنا الإمارات الإمارات في عمان استحابوا الزيارة الأم والأب في سبع سنين لذكر الأنسة حتى البلوغ تونس الأم والأب 18 سنة الجزائر استحابوا الزيارة الأم والأب المغرب الأم والأب 18 سنة للأتنين الولد والبنت العراق لبنان كمان أم وأب 12 سنة و7 سنين في ألمانيا بقى وأمريكا دي دول اللي هما يعني فيه آخر هذا الجدول ده جدول المقارنة آخر حاجة مصر رؤية مكتوبة عليها رؤية 3 ساعات طيب أنا هاخد تليفون بعد إذنكم أعرف بس يعني رأي الناس معي أحمد من الجيزة ألو ألو صباح خير صباح نوريا فان تفضل